السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة مع اسامة نتناول فيها اهم اخبار النادي الاهلي وكرة القدم المصرية والقضية الفلسطينية وبالتأكيد بنبدأ من القضية الفلسطينية والدعاء لاهلنا في فلسطين واهلنا في غزة اللهم منصرهم يا رب العالمين يمكن شيء ايجابي ان فيه هدنة ولكن في النهاية نتمنى ان الهدنة دي تأتي بثمرها ويكون المكتسبات من الهدنة للجانب الفلسطيني والجانب لاهلنا في غزة يكون افضل بكتير من المكتسبات الجانب الاخر وترتيب الاوضاع والتقاط الانفاس عند المحتل وكمان محاولة توفيق الاوضاع بعدد من الاسرة فياكد او يدعم علاقة نتنياهو بشعبه الحقيقة اللي كان عليها علامات استفهام الفترة الاخيرة ففي النهاية اكيد فيه مكتسبات هنا وفيه مكتسبات هنا نتمنى المكتسبات هنا ان يدخل الدواء الكافي يدخل الوقود الكافي نقدر ان المقاومة الفلسطينية تلتقط الانفاس ونتمنى وقف اطلاق النار والاعتداء من الكيان المحتل على الاراضي الفلسطينية على الجانب الاخر لا ننسى ابدا الاستاذ العمر فاروق نائب رئيس مجلس الادارة في النادي الاهلي من بالشفاء العاجل وتمنياتنا بالشفاء العاجل ويخرج من المحنة اللي طولت ولكن عشان نفربنا كبير ان شاء الله ان يكون الشفاء قريب وقريب جدا كذلك الشفاء للأستاذ طارق انديل وللكابتن محمود الخطيب ايضا اللي يعني ما بين النادي الاهلي والسفر الى الخارج ويتلقي يعني جلسات علاجية وغياب الاستاذ العمر فاروق اعتقد جهد كبير جدا على عاطق الكابتن محمود الخطيب فيا رب يا رب اشفي مرضانا جميعا يا رب العالمين انا عجبني جدا وفي نادي الزمالك حاجة والحقيقة انا طول الوقت لما بتعجبني حاجة في نادي الزمالك متعلقة بالقضية الفلسطينية ما ينفعش تجاوز عنها عشان انا انتماء اهلاوي لان الحاجة الحلوة بنتقل عليها حلوة انا طلعت هنا ودعمت شكل جماهير نادي الزمالك اعتقد كان في مباراة امبي ودعمها الواضح وحوالي 25 دقيقة من التشجيع المتواصل للقضية الفلسطينية والزي الاسود اللي كانوا متفقين عليه وده شيء ايجابي جدا وان كان الشيء ده بيوضح تنظيم جماهير نادي الزمالك عبر جروبات معينة وبالتالي ده ظهر في الاتذاء التيشرت الاسود والدعم للقضية الفلسطينية على تراكتهم النهاردة برضو هشيد بمجلس ادارة نادي الزمالك لان الحقيقة فيه شاب فلسطيني اسمه عبد الرحمن نوفل كان نفسه يحضر تدريبات نادي الزمالك فتمت الاستجابة السريعة وحضر تدريبات نادي الزمالك استعدادا لبطولة الكنفدرالية ومجلة ابو سليم الليبي يوم الاحد القادم ان شاء الله فشكرا لمجلس ادارة نادي الزمالك على هذه اللفتة الطيبة نروح للنادي الاعلي واخبار النادي الاعلي اللي بيستعد بس النهاردة راحة بيستعد من غدا ان شاء الله بانضمام الدوليين ان شاء الله لمباراة ميدياما يوم السابق والحقيقة مدرب فريق ميدياما جاية تحدى القولر جاية تحدى النادي الاعلي بتصريح ربما بيكتسب منه بعض الثقة بيحاول يلعب ميند جيم مع النادي الاعلي ولكن هو بيؤكد ان هو هيخرج من المباراة غير مهزوم طموحاته ان هو يفوز ولكن على الاقل بالنسبة له هيحقق التعادل انا بشوف ان ده تصريح ايجابي جدا لازم يوصل لمارسيل كولر لازم يوصل لكل اللاعبين عشان لو فيه نوع من انواع الاستغطار بهذا الفريق لا انت تنزل تلعب بمنطال قوة وتندم المدير الفني على تصريحه قرويا طبعا وانت قرويا تقدر تندمه ازاي من خلال انك تفوز عليه بسكور ثلاثة اربعة خمسة يعني انزل العب لعب بمنطال جدية فيه نوع من انواع التحدي فيه مدير فني لفريق مالوش خبرات ولا تاريخ افريقي جايب يقول او هو هيلعب على ملعبك انه واصل انه يرجع بالفوز او على الان اقل مش هيخسر لازم الرسالة تكون عكسية ان الراجل ده يبقى عارف كويس قوي بلغة الكرة ما ينفعش يتقالي الكلام ده عن النادي الاهلي خاصة لما النادي الاهلي يلعب بوسط جماهيره فدي الرسالة اللي انا حابب توصل ان شاء الله يوم السابت واتمنى اللاعبي النادي الاهلي يوصلوها زي مبارات سان جورج الاسيوبي تعاملت بالمباراة بجدية وتحديدا المباراة التانية فبعد ما كنت فيه ثلاثة صفر فسطة اربعة صفر وانت كده كده كنت ضامن الصعود بالنسبة كبيرة جدا فانا حابب ان الرسالة دي تصل لهذا المدارب عشان يفضل دايما وابدا جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي وسط جماهيره مرعب لاي فريق وبعيد عن احلام اي فريق على عكس مثلا النادي برامد زي يلعب مع مازينبي وعنده ازمة في غياب وليد الكارتي وربما مصطفى فتحي وشايفين ان المباراة بالنسبة لهم مباراة تاريخية برغم ان لسه معهم سان داونز في المجموعة هيلعبوا يوم الجمعة والزمالك طبعا وفيوتشار فيه الكنفترولية بس هنا يهمنا في المقام الاول ان النادي الاهلي يوصل رسالة لمدرب الفريق الغاني ويوصل رسالة لباقي فرق المجموعة اننا مش جاي اهزر ومش جاي استغطر بحد وجاي اتصدر هذه المجموعة لان الحقيقة ما ينفعش النادي الاهلي لا يتصدر هذه المجموعة مع كامل احترامي لكل الفرق الموجودة في المجموعة والفريق الجزائري بالتأكيد ولكن النادي الاهلي قادر على انه يتصدر هذه المجموعة بعد العودة للتعديبات بكرة ان شاء الله يكون في يوم الجمعة معسكر ايضا للمورالة تكون على ملعب السلام البعض بيكون عنده مشاكل من ملعب السلام ولكن هو ده قدرنا بعد يعني اغلاق استاد القاهرة للنبتاء الشتوية لكن النادل اهلي عنده مهمة كبيرة جدا ومحتاجة من مرسل قولر يكون وضع بلان وهو في العجازة ليه بقول الكلام ده لان انت هتلعب سبت 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 يعني في اسبوعين السبت بتاع ميدياما سبت شباب بلوزداد الاسبوعين دول هيتخلالهم كم مباراتين يعني انت هتلعب حرفيا كل اتنين وسبعين ساعة تقريبا المباراة هتلعب مع سموحة ومع زد وبالتالي انت محتاج ان انت تكون حاطة بلان واضح وده يكون مرتبط بنتيجة اداء بنتيجة واداء مباراة الجونة بمعنى ايه بمعنى لو انت عايز تعم روتيشن ما ينفعش النهار ده لعب ب11 اجي المباراة اللي بعدها لعب ب11 تانيين وثم هلعب ب11 وب11 تانيين لا انا محتاج ان انا يكون عند بعض اللاعبين بتريح بشكل يحافظ على هوية الفريق يعني انا هلعب النهار ده بالشناوي محمد هاني رامي ربيعة مثلا محمد عبد المنعم كريم الدبيس في مباراة ميدياما ان شاء الله يكون جاهز علي معلول في المباراة اللي بعدها يلعب علي معلول وممكن تلاعب اقرب مكان محمد وتحافظ على رامي ربيعة ومنعم تيجي الموتش اللي بعده يرجع محمد هاني تحط ياسر مكان رامي ربيعة يكون القصة في قط الدفاع مش بغير فريق بالكامل بغير لعب في كل مركز او اتنين لعيبة في مركز معين ولاعب في كل مركز اجي العب في منطقة وسط الملعب بنفس الطريقة عندي اليو ديانج عندي مروان عاطية عندي امام عشور عندي افشة عندي السلية لازم يكون عندي حد اساسي مروان عاطية ثابت في القصة دي عندي كوك فلما لعب مباراة بتلاتة وجهة نظري المباراة اللي بعدها تغير واحد من التلاتة فيفضل الدنيا واضحة قدامي الاجناحة ورأس الحربة يعني هيغيب عندنا في مباراة الدوري كعربة فاعتقد ان هو يلعب في مباراة ميدياما ومريد تلعب مباراة في الدوري لو هتعمل تغييري يبقى التغيير في المركز ده نحاول نشوف صلاح محسن هل في تحسن حصل عليه بعد التوقف دولة القصة هتبقى ما بينك هاربا مودست ايا كان هيكون عندك حسين الشحات هيكون عندك بيرستاو نحاول نشوف كريستو بس يكون التغيير من وجهة نظري ما يبقاش على طريق التغيير ارجونا يبقى كل تشكيل اساسي ثابت عندي اقدر العب بمباراة ميدياما هيغيب عنه علي معلول او طهر محمد طهر خلاص التشكيل ده محفوظ هاجي المباراة اللي بعدها رايح اثنين ثلاثة لعيبة المباراة اللي بعدها حاول رايح اثنين ثلاثة لعيبة مش هاريح بالستة وبالسبعة وبحط مثلا اللي انا عملته في مباراة الجونة ده وجهة نظري عشان نعدي من المباراة دي لانه مباراة مهمة جدا ليه؟ لانها بعد مباراة شاب بول الزاد هتسافر على طول لاداء كأس العالم للاندية وبعد كأس العالم للاندية هتدخل فيه السوبر المصري وبالتالي انت محتاج يكون فيه دعم جماهيري مبني على اداء فني قوي في الخمس مباراة مع نتائج ايجابية ان شاء الله الزمالك بيخصص خمسين اوتوبيس لنقل جماهيره لستاد بورج العرب الخبر ده خرج النهاردة بعد خبر النادي الاهلي اللي بيخصص بساط لجماهيره اللي هتروح تدعم فريق كرة السلة امام نادي الاتحاد السكنداري في الدور نصف النهائي لدور المرتبط الحقيقة المواجهة صعبة جدا يمكن فريق المرتبط قدر يفوز الفريق الكبير خسر حوالي فرق 14 نطر اعتقد خمسة وسبعين واحد وستين اللي لم تخل الزاكرة فانت محتاج ان انت تفوز عشان تصعد فريق اول فريق كبير محتاج لازم انه يفوز على الاتحاد عشان يصعد وبالتالي انت محتاج لدعم جماهيرك وعشان كده نادي النادي الاهلي وفر بساط هتنتقل من فرع الشيخ زايد يكون معك الفان ايدي معك تذكر المباراة ما يكونش معك اي ادوات ممنوعة عشان تقدر تحضر وتدعم النادي الاهلي بما اننا بنتكلم عن النادي الاهلي قصة فاتوح هتبقى دايما وابدا من هنا حتى انتهاء شهر يناير ان لم تحسم قضيته بالانتقال لنادي هيفضل دايما فيها قيل وقال فانا من ضمن القيل وقال في القصة دي هو رأيي الكابتن شادي محمد اللي احد المواقع نشره بوضوح شديد جدا وخلينا اقول لكم اللي منشوره على الموقع بالزبط كابتن شادي محمد جول من لا يعرف قيمة قميصي الاهلي والزمالك لا يستحق التواجد اندمام فاتوح سيدر النادي بسبب عدم انضباط اللعب بالنسبة لي ده تصريح ممكن يطلع من موزيع في قناة محايدة يعني ايه يعني لو انا رحت اشتغلت في قناة محايدة انت عارفين الباج جراوند بتاعي النادي الاهلي راجل اهلاوي لكن لما هروح اشتغل في قناة محايدة ده جدلا رايح اشتغل في قناة محايدة فهقولك كلمتين دول ان قميص الاهلي والزمالك اللي ما يحترمهمش ما يكونش له مكان والتواجد مش عارف ايه لكن انا كراجل اهلاوي لو انا لعب قراءة سابق او محلل قناة انا الشخصية حتى موجود في قناة محايدة انا في النهاية لازم انحاز للنادي الاهلي بموضوعية لازم اقول رأيي ان انا مع النادي الاهلي هل الرأي ده بيخدم مصالح النادي الاهلي ده يرجع للسؤال الاول هل فتوح لو انضم للنادي الاهلي هيكون اضافة قوية للنادي الاهلي الاجابة من وجهة نظري اه من وجهة نظر جامهيري النادي الاهلي معظمها بيقول اه انا ما اطلعتش لكن اللي انا بشوف في التعليقات معظمها حاب ان فتوح يكون متواجد خاصة عالي معلول بيتقدم في السن وفتوح لعب منتخب مصر لعب دولي وعنده خبرات على مستوى القرى والمبرات سواء مع نادي الزمالك في افراقيا او مع المنتخب اللي لعب حتى نهائيات ام افراقيا الماضية يعني فتوح لعب خبره في المكان ده فبالتالي هو انضمامه لنادي الاهلي من وجهة نظر كثير من الاهلي انا واحد منهم انه هو ايجابي ففكرة ان انا اطلع اتهم اللعب بعدم الانضباط وانه عدم الانضباط ده هيستمر مع النادي الاهلي يبقى انا مش عارف النادي الاهلي بشكل كويس وانا هنا مش اصدي كابتن شادي مش عارف في نادي الآلي لكن قصدي ان هو حاول يلعب في منطقة الاعلامي المحايد او المحلل المحايد وانه على مسافة واحدة من الآلي والزمالك وهو مش تمطالب بده لانه مش مزيعة هو محلل في قونات وانت يا مزور مش محتاج يقول ده ولكن في النهاية هي قناعاته وهي قرأه لكن احنا قناعاتنا وقرأنا اوانا قناعاتي وقرأي شايف ان حالة اللاعب حتى لو ما كانش منضبط في نادي الزمالك مش دليل على انفلات اللاعب لان انت في النهاية في عقد وفي تعاقد وفي قدرة على معاقبة اللاعبين عندك وانك انت تحاول تعيد الحالة الانضباطية للفريق ده برضو مش معناه ان انا بدعم فاتوح انا معناه ان انا بوضح ان في لعيبة كانت برا النادي اللي قالي غير منضبطة منضبطة وجات انضبطت ولعيبة كانت غير منضبطة وجات ما قدرتش ان انت تعمل عليهم انضباط بشكل واضح وبالتالي التجربة خضعة لان ان انت تحطيها على ارض الواقع نشوف فاتوح هينضبط ولا هل القهربة اللي كان مع نادي الزمالك اللي بسك على جميع النادي ال� هو قهربة اللي بيتعامل حاليا مع جمهير النادي الاهلي بكل الحب والود والاحترام والتقدير بالتأكيد لا هل قهربة ممرش بفترة من عدل المضباط داخل النادي الاهلي بالتأكيد اه ايه اللي حصل مع النادي الاهلي قرر ايقاف ايقاف وعقوبات كتيرة جدا على قهربة الى ان عاد قهربة في الفترة الاخيرة ومع مرسيل قولر عشان يكون احد اسباب الفوز بطول الدوري ابطال افريقيا وبالتالي لم يضر النادي قهربة وده على سبيل المثال امام عشور حتى زي اللحظة بيحا اللي يستكشف النادي الاهلي بالتأكيد وبالتأكيد لعب جاي من نادي الزمالك بهوية معينة بثقافة معينة مع كامل احترام الهوية والثقافة دي هي مختلف عن الهوية والثقافة اللي في نادي الاهلي وبالتالي هياخد وقت على ما يدخل فيه اجواء النادي الاهلي وتفهم ويتشرب هوية النادي الاهلي كذلك نفس الامر بالنسبة لفتوح اللي مع منتخب مصر مثلا روي فتوريا طلع دافع عنه وقال ان اللعب منضبط معايا فورج جدا يكون عدم انضباط اللعب متعلق بوجوده في نادي الزمالك كل دي كلها امور تكاهنات ما اقدرش اجزم من وجهة ناظري ان فتوح في حالة انضمامه لنادي الاهلي هيضر النادي الاهلي لا هو هيضر فتوح لو لم يلتزم الامر بسيط جدا يعني هيضر اللعب لو لم يلتزم القصة افضل من وجهة ناظري من كده بكتير من انك تقول الاهلي هيضر بانضمام لعب لا الاهلي لن يضر بانضمام لعب او برحيل لعب من وجهة ناظري وده مش كلام انشائي جالنا صالح جمعة لم يتضر النادي الاهلي من رحيله لم يتضر انبقاؤه الا اذا بقى بتتكلم عن فكرة ان انت يكون عندك عقد مالي سنوي كبير ده قصة تانية خالص من وجهة نظري لكن كان مهم ان انا اتكلم في النقطة دي وموضوع فتوح زي ما قلت لكم محاولات مضنية من محبي وعشاق نادي الزمالك وبعض رموز نادي الزمالك من اجل انهاء ازمة فتوح بالتوقيع مع نادي الزمالك وتقديم اعتذار رسمي يكون بيحسن من شكل مجلس ادارة نادي الزمالك اللي عنده نية مؤكدة للتراجع عن ما سماه فلسفة واستراتيجية المبادئ والقيم عند نادي الزمالك التاريخية من اجل انضمام او توقيع فتوح على عقد التجديد لان بالفعل انتقال فتوح للنادي الاهلي تحديدا بالنسبة لنادي الزمالك ومجلس ادارة نادي الزمالك الحالي هو ضربة موجع هتتزامن مع دخول مرتضة بمنطقة القوة ضد هذا المجلس فهتكون الامور صعبة جدا على المجلس فالمجلس عنده حل من الاتنين بيتمنىهم بيتمنى فتوح وييجي حد يدعمه ويكيش له المبلغ المالي وحطوله على الترابيزة والراجل يوقع ويطلع يعتذر ويقتنع فتوح اصلا ان هو هيعتذر لان دي برضو نقطة صعبة جدا لانه ما اعتذرش المرتضة منصور فما اعتقدش ان هو ممكن يطلع يعتذر الا لو بقى المبلغ المالي اللي اتاخد بقى بالضفع مقدمة ده زيادة شوية ما تحط فيه نسبة الاعتذار يعني فوقتها فتوح هيطلع يعتذر ويكمل مع نادي الزمالك طب الحل التاني لمجلس زرارة نادي الزمالك ايه ان فتوح يروح السعودية يروح برامدز ما يروحش النادي لانه فده هيهدق شوية من الامور وهيخلي نادي الزمالك يبيع الفكرة احنا بيعنا فتوح من اجل اعلاء فلسفة واستراتيجية القيم والمبادئ التاريخية في نادي الزمالك ده كل القصة في ازمة فتوح لكن كان المهم جدا نقول رأينا زي ما مهم جدا نعقب على ما حدث في مبارات البرازيل والارجنتين وانا راجل ارجنتيني الهوى يا اخي انا راجل ارجنتيني الهوى من ايام ديجو ارماندو ماردونا يعني مش مش ساوي الهوى او الحقيقة لكن ارجنتيني الهوى لان انا بالنسبة لي يعني حالة ماردونا وديجو ارماندو ماردونا وانا ظهر كده كنت عامل حالة بالنسبة لي في منتخب الارجنتين ما شفتاش اوي مع ميسي في منتخب الارجنتين الحقيقة ولكن في النهاية انا مش برازيلي لهوا اه وعارف انه ممكن ناس ازاي عام انت ما تشجعش منتخب برازيل ما حستش في نهاية اربعة وتسعين كنت بشجع ايطاليا روبيرتو باجيو امام البرازيل عادي جدا في نهاية تمانية وتسعين كنت بشجع اه زين الدينزيدان وفرنسا امام البرازيل عادي جدا فاللي انا ندمت عليه الحقيقة بعد كده مع الزمن ان انا شجعت منتخب المانيا امام منتخب البرازيل في الفين واثنين بس حسنا فعل رونالدو ان هو انهى القصة وحصلت البرازيل على كأس العالم ولكن في الارجنتين والبرازيل دايما بينهم يعني سرع كبير جدا ما بين السنبا والتانجو فما تعرض اليه جماهير الارجنتين واللي دفع ليونيل ميسي ان هو ياخد اللعيبة ويخرج برا الملعب اعتراضا على يعني ما يحدث من الامن البرازيلي تجاه المشجعين وكانت المباراة يعني قبكة وسينة او ادنى من الالغاء ولكن رجو بعد ان هدأت الامور وميسي طلع وصرح وقال انا عملت كده مع اللعيبة خوفا من ان يحدث مشكلة كبيرة جدا لا يمكن يعني السيطرة عليها وده كان نوع من انواع تهدئة المباراة وفاز الارجنتين او فازت الارجنتين او فاز المنتخب الارجنتين على منتخب البرازيل بهدف للاشير مش عايز اطيل لعفتكم اكتر من كده بشكركم جدا ودعوتكم لاهلنا في فلسطين واهلنا في غزة وكل مرضانا الاستاذ العمري فاروق والاستاذ طارق انديل وكل مرضانا يا رب العالمين واشوفكم على خير والالي دائما منتصرا الالي فوق الجميع سلام